عندنا فتوح، أيمن أشرف، مصطفى محمد، محمد شريف كلهم لعيبة جاهزة، مش عايزة أنسى حد ولكن كلهم جنود جاهزة فعلاً لتمثيل المنتخب النهاردة وإن شاء الله، إن شاء الله، خلينا بس متفقلين شوية نبريكلهم بعد الماتش نروح بقى لماتش النهاردة بين نادي الأهلي ونادي البنك الأهلي بختم مباريات النادي الأهلي في كاس الرابط طبعاً هي بطولة مستحدثة، طولة جديدة نادي الأهلي دخلها في البداية بأهداف محددة ومعينة تحقق منها بعض المكاسب خلي بالك حضراتكم، أي بطولة بتخشتها أو أي مبارة بتخشتها بيبقى فيها إيجابيات وفيها سلبية من أهم الإيجابيات، من أهم المكاسب اللي حققها النادي الأهلي في بطولة كاس الرابطة مجموعة الشباب والناشئين اللي شاركوا وقدموا نفسهم فعلاً بصورة جيدة وبتدت الناس تتعرف عليها، فيه ناس كانت تعرفهم ولكن ما شفتهم شعال طبيعة وقدموا نفسهم كمان بصورة جيدة جداً جداً من وجهة نظر، بداية هايلة لأن معظمهم ما خادش الفرصة كاملة ودلوقتي بتدت الناس تتكلم عن محمد مغربي ومحمد نصير وعبد الرحمن المانو ومحمد أشرف ومحمد شرقية ومصطفى شبير وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ومحمد ياسر وزياد طريق، مش عايز أنسى وغيرهم طبعاً من اللعيبة لكن إن شاء الله اللعيبة دي نشوفهم نجوم في السنوات اللي جاية مع النادي الأهلي بإذن الله من ضمن الأهداف أيضاً اللي مصر مسماني كان حريص عليها المباراة اللي فاتت إنها كانت بروفة قوية لما أشرك بعض اللاعبين الكبار أو معظم اللاعبين الكبار اللي متوقدي لتجهزهم قبل المشاركة في كاس العلم بالأمارات اللي النادي الأهلي هيشارك فيها وحيكون فيها أول مباراة يوم خمسة كان فيه هجوم جامد جداً الماتش اللي فات ولكن يعني فيه ناس بتقول أو بلاش بتقول دي بتهاجم مجرد الهجوم وبس هتقول لي اللعيبة ما قدوش بالأداء المتوقع هقول لك ما آه صح مصر مسماني ما قدرش للماتش بطريقة إحنا كنا متوقعين إنها تبقى أفضل من كده هقول لك ماشي آه معاك حق ماشي ولكن هم بيحاولوا مصر مسماني بيحاولوا عايزة أقولك إيه هو دول اللعيبة اللي موجودين هم دول اللعيبة اللي موجودين ربنا يكون فعون المجموعة اللي موجودة وربنا يكون فعون مصر مسماني انت بتتكلم عن فرقتين فرقة مع متخب مصر في الكاميرون وفرقة تانية مصابة والمجموعة دي كان معظمهم مصابين والمجموعة دي معظمهم مصابين يعني يمكن الحمد لله المجموعة دي هينضملها بعد خسارة تونس للأسف أمس هينضملها علي معلول وخسارة مالي أول أمس أو من ثلاث تيام هينضملها ديانج فالنادي الأهلي لعيبته محدودة على الأد فهو الراجل برضو ربنا يكون فعونه لما حد بيخطأ احنا بننتقد ولكن ناخد بناء مش ناخد أهدم الفترة دي اللعيبة دي والجهاز الفني محتاجين الدعم احنا في منحلة صعبة جدا انت عايزنا انا هد واكلم وهاجف وادوس ليه ازا مكتش انتها كأهلاوي هتوقف مع الفرقة في الفترة الصعبة دات مين اللي هيوقف معاها ازا ماكتش أنت اللي هتدعم النادي الاهلي ولاعبت النادي الاهلي والجهاز الفني احنا مش زي أية حد على فكرة احنا مش زي اية حد ومش احنا اللي نطلع في قناتنا ونهاجم ونهاجم ب سخرية وتهكم ونهاجم بالفاص لا مش إحنا ده مش إحنا إحنا النادي الأهلي إحنا حاجة تانية خالص حاجة تانية خالص إحنا جمهور النادي الأهلي دايما معودنا إنه هو بيقف في الصعاب معنا على الحلوة والمرة معنا اللعيبة دي محتاجة دعموكو دلوقتي الجاز الفني محتاج دعموكو فيه أخطاء فيه أخطاء بس إحنا مع بعض الحد ما نعدي الفترة دية ربنا يكون في عون ما تبصوا للصورة صح نبص للصورة صح يا جماعة فرقة كاملة في المنتخب فرقة كاملة مصابة ده سبحان الله ده حتى لما حد بيتصفر المنتخب معظموا لعبة النادي الاهل لما تيجي تلعب ماتشودي تلاقي اتين تلاتة وقعوا منك وهم العدد على الاد طب هنعمل ايه يعني احنا دلوقتي لما بنتكلم عن الواقعية او الحقيقة الحقيقة اللي قدامنا هي الوقت ده النادي الاهلي عندهم بورا مهمة جدا 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 في كاس العالم القندية كمان خمس ست تيام كمان اسبوع يبقى لازم يبقى كل الدعم للنادي الاهلي والجهاز الفني بتعيزني اهد في النادي عيزني اهد في اللعيبة وفي الجهاز الفني في الفترة دي لا حتى لو فيه اخطاء بنتكلم عن الاخطاء وبننتقد نقض بناء هو الراجل بيجرب المجموعة اللي معاها على الاد لازم اقف معاهم لازم ندعم اللعيبة لازم ندعم الجهاز الفني وان شاء الله نعدي المرحلة الصعبة دي على خير هو الراجل ما يعرفش ايه الظروف اللي هتحصل منتغب مصر هيكمل ان شاء الله في البطولة يبقى الراجل حيلعب بمسط المسلمانية حيلعب باللعيبة اللي موجودة هنا منتغب مصر لقدر الله حتيجي اللعيبة لقدر الله الفترة اللي جاية اللي حيجيلك تعبان اللي حيجيلك مجهد اللي حيجيلك لقدر الله عنده حاجة اللي حيجيلك محبط مش ده اللي احنا عايزينه احنا عايزينه منتخب يكمل ان شاء الله بإذن الله ولكن لما نيجي نبص للواقع بص للواقع بصورة غير الصورة غير الصورة الناس اللي بتهاجم خلي بالكم الناس اللي بتهاجم والناس اللي بتقعد تسخر والناس اللي بتقعد تتهكم والهجوم مجرد الهجوم دول مش جماهير النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي حاجة تانية خالص جماهير النادي الاهلي اللي تقف ورا ناديها في الشداد والسعاب جماهير النادي الاهلي اللي احنا تعودنا عليها دايما اللي هي رقم واحد فيه انتصارات وانجازات النادي الاهلي هما دول جمهوري نادي الاهلي فترة اللي جاية ان شاء الله كلنا ورا فرقة النادي الاهلي فيه صعوب كتير جدا الفترة اللي جاية حتشوفوها حضراتكم مش عايزة أ티كلم فيها دلوقتي ولكن الفترة اللي جاية احنا كجماهير نادي اهلي لازم نقف ورا فرقتنا ما سهل جدا ان الواحد يهاجم ويتجاوز ويخرج على النص ما فيش أسهل من كده بس مش هو ده مش هو ده جمهور النادي الاهلي ولا هو ده اللي بينتمي للنادي الاهلي ولا حد يقدر ينتمي النادي الاهلي يعمل الكلام ده لا طبعا فأحلك المواقف وفي أصعب المواقف لازم إحنا كجمهور ولازم إحنا كمنتمين للنادي الاهلي نقف وراء فرقتنا حتى لو فيه أخطاء آه بنلمس على الأخطاء بننتقد في بعض الشيء نقضي إيجابي نقضي بناء ولكن مش نقضي هدام مش بنقتل اللعيبة مش بنتبه الجهاز الفني لا لازم نقف معاهم لازم نقف معاهم ده حق إيه خلي بالكم ده حقهم علينا زي ما انت حقك عليهم إن هم يقدوا ويجيبوا بطولات ويكسبوا حقهم علينا في المواقف الصعبة لازم نقف بوراهم لازم ندعمهم موقف صعب جدا 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 وحضراتكم شايفينها على الطبيعة أنا بتكلم بحورة شوية لأن أنا يعني حقدت نفسي في المكان وانتو كلكم كأهلوية مقدرين الظروف الصعبة اللي بيمر بيان نادي الآلي لفترة دي فلازم الفترة دي كلنا كلنا كمنتمين لنادي الآلي كجمهير النادي الآلي ورا في إتنى قلنا فيه أخطاء فيه أخطاء فيه أخطاء عادي والأخطاء هتفضل لحد من موت ونتعلم من أخطاءنا ولكن الفترة دي كلنا ورا ندينا محددش يجررنا حاجة تانية محددش يجررنا ان احنا مجرد بس واحد يهجم تلاقيه مية ولا ألف وراه بيهجمه لا فترة صعبة جدا كلنا ورا ندينا ان شاء الله بإذن الله نعدي المرحلة دي على خيره بإذن الله ندينا يروح يشرفنا في كاس العلم من قندية زي ما بيشرفنا كل مرة ندينا النادي الأهلي ندي الكبير اللي هو واخد تالت كاس العلم السنة اللي فاتت واخد برونزيت كاس العلم ان شاء عفوا ان شاء الله السنة دي ان شاء الله يشرفنا برضه في الظروف الصعبة دي ان شاء الله بإذن الله رب العليا يمكن الفرقة مسافرة بالسلامة بكرة إن شاء الله العصر ونادي الأهلي ممثل لمصر وإفريقيا في مونديال الأندي نادي الأهلي هو المندوق الدائم لإفريقيا في هذه المحافل الدولية والعالمية نادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم أول مبارياته يوم 5 فبراير مع مونتيري المكسيكي مونتيري المكسيكي بيقوده مدير فني يعرف كل حاجة عن نادي الأهلي اللي هو أجيري اللي هو مدرب المنتخب السابق لو اتكلمنا أكتر بقى عن كاس العالم فالأهلي من أكتر لأندي مشاركة في البطولة على مستوى العالم ومش معنى أن نادي الأهلي حقق أهدافه من كاس الرابطة إنه مش من ضمن أهدافه اللي هو الفوز لكن في حاجة عايزة أقولها لإخوتي الصغارين اللعيبة مجرد ما بترتدي الفانيلا الحامرة في أي مباراة في أي مباراة سواء ودية أو رسمية تحسب عليك الماتش ده تحسب عليك الماتش ده لأن الفانيلا بتاعة النادي الأهلي فانيلا كبيرة جدا وغالية جدا أكيد كل اللعيبة حط الكلام ده في اعتباره أكيد زي ما قلنا الفترة اللي فاتت كان من ضمن أهداف النادي الأهلي أو أهداف مصفر المسلماني حاجة تانية خالص بغض النظر عن الفوز بالبطولة ولكن إحنا دايما نحطين في اعتبارنا الفوز في كل مباراة الفوز في كل مباراة حتى بقول لحضراتكم حتى ولو كانت ودية ماتش النهاردة أكيد مصفر المسلماني حنشوف النهاردة وعلى حسب اللعيبة اللي عنده حيلعب إزاي بس أكيد حيلعب على الفوز لأن الفوز هو شعار النادي الأهلي دايما في كل مباريات يمكن قيمة ماتش النهاردة القايمة اللي هو حاطتها مصر مسلماني حاطت فيها بقى عدد من اللعيبة الشباب لأن حضراتكم تعرفوا الإصابات اللي اتعرض لها بعض اللعيبة الفترة اللي فاتت بمجرد المشاركة ماتش أو اتنين أو جزء من ماتش ولكن هو ده القدر ما تقدرش تقول حاجة مش هنيقدر نقول حاجة ولكن دي تعتبر البروفا النهائية والمشاركة النهائية لبعض العائدين من بعض اللعبين العائدين من الإصابة سواء بقى عضلية أو كورونا علشان مباراة منتيري المكسيك دي آخر حاجة أو آخر برووفا أو آخر تجربة قبل مباراة منتيري المكسيك اللي الناس عايزة تطمن على شكل النادي الأهلي فيها على شكل اللعيبة المتواجدة اللي ممكن هي اللي تروح تمثل النادي الأهلي في الفترة اللي جاية ديت إن شاء الله زي ما قلنا كل التمنيات الطيبة للعابتنا والمنتخبنا إن شاء الله بالمكسب النهاردة ويكمل بطولة ويرجع لنا ولكن أنت عندك مجموعة من اللعيبة في النادي الأهلي في مصر هم دول اللي حتى الآن اللي حيروحوا يمثلوا مصر ويمثلوا أفريقيا ويمثلوا النادي الأهلي في بطولة كاس العالم الأندية فلازم ندعمهم ولازم نبقى وراهم تعالوا بقى نروح نتطمن على فرقتنا قبل ما تشل النهاردة من زميننا محمد توفيق مراسل قناة النادي الأهلي تفضلي محمد ترجمة نانسي قنقر